خلال زيارته لمحافظة أسوان يلتقي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الأئمة المشاركين في فعليات المعصقر التثقفي للأئمة الذي يقام تحت عنوان القضايا العصرية وحتمية التجديد للمتابعة معنا مباشرة من محافظة أسوان مراسل أنيل وليد هيكل وليد كيف تتابع فعليات الاحتفال بالعيد القومي الخمسين لمحافظة أسوان وكيف أيضا تتابع زيارة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ويتزامن النهاردة الذكرى الخمسين لافتتاح أسد العالي عام 1971 نعم شروت بالفعل من خلال كاميرا أنيل للأخبار نرصد لكم احتفالات محافظة أسوان بالعيد القومي الخمسين واليبيل الذهبي لافتتاح السد العالي حيث قامت بالفعل محافظة أسوان منذ أمس بإيقاط شعلة الاحتفال من أمام جسم السد العالي ووضع إكليل من الظهور على النظم التسكاري لشهداء أسوان كذلك قيام جولة لمعالي وزيرية الأوقاف والأثار والسياحة والأثار بالأمس برفقة سيد اللواء أشرف عطية محافظة أسوان للاطلاع على ما تشهده أسوان من تنمية وتطوير خلال الفترة الحالية بالفعل قام اليوم معالي وزير الأوقاف دكتور محمد مختار جمعة وسيد اللواء أشرف عطية محافظة أسوان بإطلاق فعاليات المعسكر التدريبي التفقيفي للأئمة هنا في أسوان لكن شروط دعينا نقترب من هذه الفعاليات أكثر مع معالي وزير الأوقاف ودينة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة سيادة وزير الأوقاف انطلاق فعاليات المعسكر التفقيفي التدريبي لأئمة أسوان كذلك توقيع بارتقول تعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة أسوان لحصول أسادة الأئمة على الدرجات العليا خلال الفترة القادمة بداية بنهان سيادة اللواء كان محافظة بأشرف عطية وكل أهالي أسوان بالعيد القومي للمحافظة وإن كان زي ما أشارت في الخطبة كم التطوير اللي زي رأيناه وبيأكد أن مصر أغم الظروف الاقتصادية اللي بيمرض بها العالم كله تنطلق في البناء والتنمية فبنحييه وبنتمنى لها لأسوان كل التوفيق فيما يتصل بالبرتقول وده بمناسبة العيد القومي ده يبقى ببرتقول يشمل جانبين جانب التدريب وخاصة في مجالات علم النفس وعلم الاجتماع والأرشاد النفسي والمهارات التواصل الإعلامي ده يكون ده تم توقيعه بالفعل وهنبدأ في تنفيذه لكن الأهم ودي طبعا بشرى كل أبنائنا من أسوان احنا عندنا حوالي أكتر من 900 إمام هنفتح اليوم الآن باب التقدم للعام القادم إن شاء الله كل من أراد أن يدرس درجة الماجستير أو الدكتوراه في جامعة أسوان احنا اتفقنا أن جامعة الأسوان هتخفض 50% من المصرفات والأوقاف هتدفع 50% ويدرس الماجستير والدكتوراه وإحنا نتمنى أن يتقدم الجميع فمنوفر لهم الجهد والوقت والصفر الطويل إلى القاهرة سواء في تسجيل الدراسات العليا أم في مجال التدريب النقطة اللي أختي بها دي مهمة جدا اللي أنا حاولي تأكد عليه النهاردة ويدي تساؤلات كسيرة هل الناس اللي ممكن عايز يسهم في اللقاح كورونا أو أي لقاح تحصيني يمكن أن يخرجهم من الزكاة نعم علاج الفقراء إنما الصدقات الفقراء والمساكين هم في مقدمة المستحقين ودائما بنقول ما فيش قرب أصعب من المرض ودفع المرض أولى من علاج يجوز هل يجوز تعجيل مش بقول يجوز تعجيل الزكاة يستحب تعجيل الزكاة عند القروب والشدائد والنوازن السؤال التالي هل في المال حق سوى الزكاة يعني لوحد طلع الزكاة وشايف الناس قدامه في قروب يقول قلاص أنا كده طلعت الزكاة ما عليش حاجة تاني يقول لا يظل عليك واجب سد حاجات المحتاجين وتفريق قروب المقربين ولذلك يؤقد الفقهاء أن في المال حقا سوى الزكاة وهو الصدقات وسد حوائج المجتمع وهو ما يعرف الواجب الكفائي اللي النبسة صلم قال فيه ما آمن به من بات شبعانة وجاره جائع وهو يعلم كل شبرة حالك سيدة وزير اللوقاف دكتور محمد مختار جمعة وبالامتقال شروت إلى الحديث مع السيد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سيدة محافظ أسوان تهنينة القلبية بمناسبة الذكرى الخمسين للعيد القومي للمحافظة ماذا عن جديد محافظة أسوان في عيدها القومي كل سنة والطيبين ومواطني أسوان كلهم بخير وبصحة وسعادة أولا أنا بشكر معالي الوزير وزير الأوقاف لوجوده معانا النهاردة في هذا الاحتفال وتشريفه لنا هو تشريف كبير وعظيم وبنقدره تماما على تواجده معانا احنا حاليا دلوقتي يمكن فعلا زي ما قال معالي الوزير الأف بنطور بشكل ملحوظ ونعمل بنية تحتية قوية حاليا دلوقتي بتاخل الأسوان شادلين يمكن هذا العام بنعتبره عام تحدي لنا كلنا لأن احنا بنشتغل في الظل الظروف وإجراءات احترازية عالية جدا في الظل وجود فيروس وبنشتغل ولا نكل ولا نمل وفي نفس الوقت عايزين نقول إن احنا بنطور وهنطور في كافة المراكز والمدن على إقرار ما تم تنفيذه في مركز أسوان احنا عملنا حديقة دلوقتي النيل وخلناها شكلها منتزة يحتزى به وفي نفس الوقت مدن المحطة والسوء السياحي وكان معانا طبعا وشرفنا معالي وزير الأوقاف ومعالي السيد وزير السياحة والأسار وشفنا حجم الأعمال اللي تمت السوء السياحي احنا بنقول لمواطني أسوان ان شاء الله الفترة القادمة ستشهد إنجازات عظيمة جدا أن الحكومة والسيد رئيس الجمهورية براعي تماما محافظة أسوان في كافة المبادرات سواء تحيا مصر أو حياة كريمة احنا عندنا أعمال بتتم أكتر من 85 مليار جنيه بيعملوا حاليا على أرض الواقع داخل المحافظة في كافة القطعات سواء مياه صرف كهرباء غاز صلاة كافة القطعات تعمل والمحاور والطرق فعايزين نقول أن كل الأعمال دي بتتم مع كمان حجم الأعمال اللي تمت بواسطة وزارة الأوقاف فيما يخص المساجد والتطوير وإنشاء جديد وإحلاله لبعض المساجد المتهلكة وعايز أقول حجم التطوير من وزارة الأوقاف للمساجد ده لوحده تم في خلال فترة وجيزة لأعمال كانت بتتم في عشرات السنين فكل الشكر والتقدير طبعا لوزارة الأوقاف وعلى رأسها طبعا الدكتور محمد مختار جمعة كل الشكر والتقدير لكم وكل عام وأنتم بخير وإن شاء الله السنة القادمة نيجي ونحتفل تاني وإن شاء الله نشوف ما هو جديد داخل أسوان إن شاء الله كل شكر لحضاك سيادة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إذن زميلاتي العزيزة شرويت بالفعل أسوان التي تشهد طفرة تنموية وكذلك طفرة في المشروعات الجمالية التي تتم الآن هنا على أرض المحافظة لتكون بحق وجهة سياحية لكل زائرها إليكم في الأستاذيو شرويت شكرا وليد هيكل كان معنا مباشرة من محافظة أسوان